بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ تقيم واحد على الوحدة الاولى صفحة 62 او سؤال اختر اي من عدد الاتية تكون قيمة الرقم 7 هي الالاف عايز ادار على 7 في خانة الالاف هنا السبع في خانة الالاف يبقى الاختيار الاول 437126 لكن هنا السبع في العشرات وهنا السبع في المئات سؤال اللي بعده عايزها صيغة ممتدة عايز الرقم ده صيغة ممتدة هفكوا كل رقم لوحد التسع في الاحد بتسعة هنا العشرات والمئات ما هيش موجودة الالاف واحد في الالاف بالف هنا خانة عشرات الالوف ومئات الالوف ما هيش موجودة حاطة مكانها صفرين هنا خانة الملايين ما هيش موجودة حاطة مكانها صفر عشرات الملايين ستة طبعا هو الاختيار رقم 4 لكن خانة الالوف نقصها صفر فهنزود لها احنا صفر لانه ما فيش الاختيار ده سؤال اللي بعده اي من مياتي يعبر عن جملة رياضية صحيح ايه في دول جملة رياضية صحيح يعني العلامة تكون صح اصغر او اكبر او يساوي تكون صح هنا 84 وهنا 84 وهنا 670 وهنا 670 يبقى المفروض كتال العلامة يساوي هنا 84 وهنا 84 برضو ألف في نفس الخانة هنا 760 وهنا 670 يبقى دية أكبر هنا 700 لكن هنا 600 يبقى 700 أكبر يبقى العلامة دي صح السؤال اللي بعده قرب لأقرب 100 هنا أحياد عشرات مئات الخانة المئات اللي هي التسعة التلاتة تدلها التلاتة من الأعداد الفائرة ما تدلهاش يبقى هشيل التلاتة وشيل الاتنين وحط مكان كل رقم صفر والتسعة تفضل زمهية لاختيار الأول سؤال اللي بعده رتب الأعداد الآتية ترتيبا تصعوديا من الصغير هنا 270 وهنا 9 زائد 200 بـ 209 وهنا 878 وهنا 9 زائد 20 عملها في صغة ممتدة زائد 800 هشيل الأصفار وهضمهم لبعض عشان أفك الصغة الممتدة التسعة في الأحد بكتبها وهنا 20 بكتبها 2 وهنا 8 بكتبها 8 يبقى 829 هنا علشان أرتبهم هاخد أصغر رقم فيهم هنا أصغر رقم فيهم هنا 800 وهنا برضو 800 لكن هنا 200 وهنا برضو 200 هنا 270 لكن هنا 209 طبعا الصغير اللي هو 209 هو هنا جابها مفكوكة برضو بصغة ممتدة اللي هي نفس السؤال 9 زائد 200 يبقى ترتيب رقم 3 السؤال اللي بعده قرب لأقرب 1000 هحيض عشرات مئات آلاف الألاف اللي هي التسعة الستة تديلها ستة من الأعداد الغنية من خمسة في من فوق أعداد غنية تزود ستة تزود التسعة تبقى عشر واشيل الثلاث أرقام وحط ثلاث صفار يبقى الإجابة رقم 3 السؤال اللي بعده تقديري العدد من اليسار من اليسار باخد آخر رقم وبشيل كل رقم وحطه ما كان صفار هذه الخمسة وشيلت الثلاث أرقام حطي الثلاث صفار أي من المئات هو تقريب العدد هنا دي خانة الأحد والعشرات والمئات هنا خانة الألاف كلها هنا دي كلها خانة الملايين هنا خانة المليار يعني ده واحد مليار لأقرب عشرة مليون عايز أقرب عشرة من فن خانة عشرات الملايين احنا قلنا دي خانة الملايين كلها دي أحد الملايين ودي عشرات الملايين اللي هي الثلاث هنا التقريب بشوف قدامها الستة تديلها أوه الستة من الأعداد الغنية هتدي للتلاتة هتبقى أربعة واشي كل الأرقام وحط ما كان أصفار يبقى الاختيار الأول قمة الرقم أربعة في خانة عشرات الأولوف عشرات يعني صفر وأولوف يعني ثلاثة يبقى كلهم أربعة أصفار يبقى أربعين ألف سؤال اللي بعده العدد مليون ومئة وخمسون ألفاً مليون ومئة وخمسون ألفاً أدي المليون ده خانة الملايين اللي هي دي الوحدة بخدها على الشمال لوحد هنا مائة وخمسون ألفا يعني مية وخمسين في خانة الألوف والمليون قبل منها خانة الألوف قادي خانة الألوف مية وخمسين ألف دي كاملة هي 27 سبعة دي خانة الأحد وعشرون دي خانة العشرات المائات مش موجودة حط ما كان صفره بالاختيار الثاني الصفحة اللي بعدها كرب كرب كل من الأعداد حسب الدرجة التقربية المطلوبة جايب لي هنا العدد وعايز أقربه الأقرب ألف أشوف أول خين أحد عشرات مائات ألاف الألاف اللي هي الخمسة الثلاثة تدلها لا ما تدلهاش الثلاثة فقيرة يبقى هشيل الثلاثة أرقام وحطه ثلاثة صفر واكتب بقيت الرقم زي ما هو هنا برضو أحد عشرات مئات ألاف الصفر ده في خانة الألاف الواحد يدلو لا ما يدلوش لأنهم من الأعداد الفقيرة أشيلهم وحط ما كانهم ثلاثة صفر هنا برضو خانة الألاف اللي هي الصفر الخمسة تدلها أو الخمسة تدلها يبقى الصفر ده واحد هنا خانية الالاف اللي هي التسعة هنا خانية الالاف اللي هي التسعة التسعة اللي قدامها تديلها تديلها تبقى عشرة لكن صفر ومعاكل واحد على التمانية تبقى تسعة وقت بقيت رقم زي ما هو هنا خانية الالاف اللي هي السبعة التلاتة ما تديلهاش من الاعداد الفقيرة يبقى شيلة تلات ارقام وحطوا تلات صفر وقت بقيت رقم شكل ما هو هنا لأقرب مائة ألف فين المائة ألف هنا هعدهم أحياد عشرات مائة ألاف عشرات الألوف مئات الألوف الياه 6 السبعة هتدلها أيوة السبعة هتدلها هتبقى الستة دي سبعة واشيل البيئة وحط مكانه أصفار هنا الاثنين هنا مئات الألوف الياه 5 الاثنين الصفر يدلها لا ما يدلهاش أشيل كل الأرقام القدامه وحط مكانه أصفار هنا التلاتة في مئات الألوف الأصفار برضو القدامها ما تدلهاش يبقى أشيل كله وحط مكانه أصفار هنا مئات الألوف اللي هي الأربعة التمانية تديلها اه هتبقى الاربعة دي خمسة واشيل البيئة وحط مكانه اصفار هنا مائة الالوف الهي الواحد الستة تديلها اه هتبقى الواحد ده اتنين واشيل كل الارقام اللي قدامه وحط مكانه اصفار وبقيت الرقم من وراء باكتبه زي ما هو السؤال اللي بعده قرب لأقرب مليون فين هنا خانت الملايين اللي هي الواحد الستة تديلها اه يبقى الواحد ده اتنين واشيل كله وحط اصفار خانت الماليين دي تلاتة الاتنين ما تدلهاش هشيل كله وحط مكانه صفر هنا خانت الماليين الستة هشيل كله وحط صفر لان التلاتة ما تديش هنا خانت الماليين اللي هي الستة الاربعة ما تدلهاش هشيل كل ده وحط مكانه صفر واكتب الستة وعشرين زي ما هي هنا خانت الماليين اللي هي الخمسة الواحد ما يدلهاش هشيل كله وحط مكانه صفر واكتب الاخمستاشر مليون زي ما هي السؤال اللي بعضه ضع علامة اكبر من او اصغر من او يساو هنا قبل ما حط العلامة لازم أعدهم الأول دول 3 دول 6 كده هنا دول 7 يبقى السبع أكبر من غير مقرأ العدد هنا 400 ألف أشيل ألف وحطي الثلاثة صفار يبقى العلامة يساوي هنا 50 زائد 600 ألف وهنا 600 ألف بس دي زايد عندي 50 يبقى دي أكبر هنا 85 ألف وهنا 85 ألف هنا 290 وهنا 290 يبقى العلامة يساوي سؤال اللي بعده هنا برضه هعدهم دول 6 ودول 6 دي 613 ما هو 313 وده 724 وده 500 هذا 700 أكبر ويبقى أكبر منه هنا برضه هعدهم هتلاقي دي 74 لكن دي 32 يبقى العلامة أصغر منه هنا 20 مليون وهنا 2 مليون هنا 20 يبقى العشرين مليون أكبر عشان هشيل المليون وحط الست صفار هتبقى أكبر منه هنا 4 و 500 مseen هشيل الماء وحط Coronavirus وهنا هشيل الألف وحط صفار ويبقى العلامة يساوي السؤال اللي بعده كمت الرقم الملون هنا 3 كمت الرقم يعني بحطه بالصفر هنا 3 فخانة الألاف بـ 3000 لكن هنا الواحد ده ما انتش عارفه ما هو فخانة إيه انت بتشيل كل الأرقام اللي قدامه وبتحط قدامه صفار بـ 100 ألف هنا الرقم 7 فخانة الملايين بـ 7 مليون بتشيل كل رقم وتحط مكانه صفار السؤال اللي بعده التمانية هنا فخانة عشرات الألوف بـ 80 ألف بشيل كل رقم وحط مكانه والصفار بتاعته هنا التسعة باشيل كل الأرقام اللي قدامه وحط مكانها صفار بتسعين مليون هنا السبعة بسبعين ألف لانها في خانة عشرات الألوف السؤال اللي بعده اكتب حسب المطلوب صغر عددية مكانه أربع أرقام مختلفة أي أربع أرقام بس المهم ما يكونوا شكل بعض أي أربع أرقام يعني ممكن أغير الأرقام دي واكتب أرقام تانية بس ما يكونش شكلها صغر عددية مكان خمس أرقام برضو ما حددش نكون مختلفة ممكن أكتبهم مختلف ممكن اكتبهم شكل بعض يعني ممكن اغير الارقام دي واكتبها شكل بعضها عادي خمس ارقام هنا صغر عضية قوانة من ثلاث ارقام هتبقى اي ثلاث ارقام بس عايز خانة العشرات نحط مكانها ثلاثة يعني في خانة العشرات نحط مكانها ثلاثة اصغر عدد لما يقول لي اصغر عدد اول حاجة اعملها حط واحد بعد وصفر اول ما يقول لي اصغر عدد اعمل واحد بعد وصفر وهرته هو قلي مختلفة يعني مش عايز حجتين شكل بعض هكتب 2-3-4-5 هنا العدد 7429 بالصيغة اللفظية عايز يكتبها بالعربي هتكتبها 7429 بالعربي السؤال اللي بعده 560400 بالصيغة القياسية هنا بالصيغة القياسية اللي هي بالحساب بكتب بيكتب الخانة الألاف ودي الخانت الأحد والعشرات والمئات والسلام عليكم ورحمة الله